اشتركوا في القناة للعلامة موسى بن عيسى من عبد الله بن صوفان القدومي الحنبلي الملود سنة خمس وستين ومئتين وألف والمتوفى سنة ستين وثلاثين ومئتين بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعليق يتم ضمن الدورة العلمية الثانية المقامة في المسجد الحرام في عام ثلاثة واربعين واربعمية بعد الألف نجرة النبي عليه الصلاة والسلام تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرامين سائلنا سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا صالحة وأن يصلح لنا ولعموم إخواننا النية والقول والعمل وأن يمنى علينا بالعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه هذا الكتاب لهذا الإمام كتاب بناه على السؤال والجواب وهو كتاب مختصر وهو في أبواب العبادات في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج حتى يستعين المسلم بهذا الكتاب على عبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة وقد أخذه فيما يظهر من خلال التتبع وعند المراجعة لهذا الكتاب من كتاب دليل الطالب للمرعي بيوسف الكرمي قد نبه على هذا محقق الكتاب جزاه الله خيرا وأشار إلى هذا المعنى وأشار إلى أنه مأخوذ من هذا الكتاب وهذا التعليق سيكون تعليقا مختصرا ومعلوم أن المصنف رحمه الله جرى فيه على المذهب ولهذا سيكون التعليق جاريا على ما جرى عليه لما هذا لما مصنف رحمه الله ثم بعد انتهاء السؤال يكون الإشارة إلى ما يظهر من قبل الراجح حتى يجري الكتاب على مراد المصنف ومقصوده رحمه الله تعالى وهذا التعليق كما تقدم سيكون مجرد زيادة بيان وإلا فهذه المسائل كما لا يخفى في كتاب العبادات مسائل عظيمة وأدلتها كثيرة ولله الحمد لكن القصد هو بيان ما يشرح ويوضح العبارة قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه الطهارة قال رحمه الله ما هي الطهارة لغة وشرع لغة أي في اللغة فهم نصوا بنجل الخافض وشرع معطوف عليه وذكر رحمه الله التعليق الجواب فقال الجواب فبناه على السؤال والجواب المختصر الطهارة لغة النظافة وهذا من المعاني التي ذكرها للطهارة وزاد شراح المذهب النزاه والخلوص من الأقدار الحسية كالنجاسات والمعنوية كالذنوب وشرعا ارتفاع الحدث وجوال الخبث مما جادوه أيضا وما في معناه والارتفاع هذا بالمعنى المعنوي فهو وصف فالحدث وصف قائم بالبدن والطهارة والطهارة ترفع هذا الوصف ترفع هذا الوصف وكذلك زوال الخبث الخبث هو النجاسة خبث هو النجاسة وكذلك أيضا زاد وما في معناه في معنى ارتفاع الحدث وإن لم يكن حدثا مثل غسل القائم من نوم الليل على المذهب النوم الناقض يده ثلاثا فهذا طهارة لكن ليس عن حدث ومثل الوضوء المستحب فهو مطلوب وطهارة لكنه ليس حدثا فهو في معنى في هذا في معنى في معناه في معنى الطهارة قال رحمه ثم الحدث قسمان أكبر وهما أوجب الغسل والغسل لجميع البدن له موجبات ستأتي إن شاء الله منها الجماع ومنها الإنزال بدون جماع وموجبات أخرى وأصغر وهما أوجب الوضوء وما أوجب الوضوء مثل البول والغائط والنوم أيضا تفصيل فيه وأكل لحم الإبل على المذهب وعلى قوله الصحيح قال رحمه الله كم أقسام الماء وما هي الماء اسم جنس والماء أصله موهى هذا أصله انفتحت تحركت الواو فانفتح ما قبلها فقربت ألفا فصار ماه ثم قالوا لأنها متطرفة قلبوا الهاء إلى الهمزة فقالوا ما بدليل أن الجمع أم واه وما هي الجواب أقسام الماء ثلاثة وهذا التقسيم بالاستقراء على قول الجمهور ولليس في السنة ليس في العدلة تقسيم الماء إلى هذا إنما عرف بالتتبع والاستقراء على ما ذكروا الأول طهور قال رحمه الله وهو الباقي على خلقته الأصلية الباقي على خلقته الأصلية والبقاء على الخلقة الأصلية نوعان إما بقاء حقيقي وإما بقاء حكمي فالبقاء الحقيقي أن يبقى على أصله من حرارة وبرودة وملوحة وعذوبة لم يتغير على عن خلقته الأصلية ولهذا قال سواء نجل من السماء أو نبع من الأرض والتغير الحكمي يعني يتغير مثل الماء المتغير بطول المكث مثلا متغير بطول المكث فهذا أيضا طهور لكنه لم يبقى على خلقته إنما تغير وهذا التغير لم يسلب الطهورية وهو أنواع وسيأتي لإشارة إيه إن شاء الله قال رحمه الله وهو أي الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره وهذا لأجل أن يخرج الماء الطاهر كما سيأتي قال يرفع الحدث كما تقدم وهو الوصف القائم في البدن ويزيل الخبث النجاسة وهذا خاص بالماء الطهور قال رحمه الله الثاني طاهر وهذا الطاهر عندهم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ثم ذكر أن الطاهر أنواع ولهذا قال طاهر وهو أولا ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر كجعفران هذا الماء الطاهر عندك ماء طاهر وضعت فيه أوراق شاه أو جعفران مثلا لكنه كثير فتغير حتى غلب على أجزائه لم ينقلب مثلا هذا الماء إلى شاه لكنه غلب عليه وبالأولى إذا طبخ فيه لأن هذا نوع وهذا نوع وكلاهما طاهر فإذا غلب على أجزائه وعلى قول الجمهور وإذا غلب على أجزائه فهو طاهر وإذا طبخ فهو طاهر من باب أو لا لأنه أبلغ في المخالطة ولهذا تغير كثير من لونه احتراج عن القليل فلو كان تغير يسيراً فلا يؤثر فلا يؤثر سواء كان في لونه أو طعمه أو رحي لا يشترط اجتماع هذه الأوصف الثلاثة يكفي لون واحد يتغير كثير منه بمخالطة شيء طاهر هذه العبار مخالطة شيء طاهر بعضهم يعبر بشيء طاهر بدون مخالطة بدون مخالطة لأنه قد يخالط وقد يكون الشيء غالب عليه دون مخالطة دون مخالطة لكن في الغالب أنه يقع فيه أو يقع بوقوعه فيه مخالطة واستثنوا من هذا غير التراب أو إلا التراب التراب إذا خالط الماء ولو غير لونه ولو صار لونه أحمر مثلا من كثر التراب ما لم يصير كأنه طين لا يمكن أن ينساح ويجري على عبار فيقولون إنه طهور والعل قالوا لأن التراب مطهر في الأصل وهذا مطهر فمخالط الطهر مطهر لا ترفعه عن الطهورية إلى الطهرية أو كان قليلا وكذلك أيضا يستثنى عندهم تغير الماء تغير صفة من صفاته بمحل التطهير ما يؤثر لو كان على يدك مثلا زعفران توضى تتوضى وكان على يدك زعفران مثلا أو صابون فتوضأت تغسل ولا شك أن الماء يتغير في محل التطهير في محل هذا لا ينظر لأنه في محل التطهير مثل الماء مثل النجاسة حين تغسلها لو كان الماء ينجس إذا وضعته عليه ما أزال النجاسة النجاس لا يزال النجاسة هذا لا يمكن انفكاك عنه وهذا ما كما سيتبين أن هذا القول المرجوح يحتاج إلى تقييدات لأنه حين تطلق النصوص يكون القول جاري على القياس قال النوع الثاني أو كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو كان قليلا بخلاف الطهور الذي يتغير حتى يكون طهور لا بد أن يكون كثير أما القليل استعمل نعم أو كان لا هذا مسألة قليلا هذا مسألة تعلق بالمال القليل المال القليل ما دون القلتين ما دون القلتين وسيئة إن شاء الله فإذا كان عندك ماء دون القلتين والقلتان يعني نحو تقريبا مئتي لتر تقريبا تنقص قليلا ما مئتي لتر فلو كان عندك هذا القدر فاستعملته في رفع الحدث والاستعمال له صور منها أن تنزل في هذا الماء وتتوضع بنية الوضوء ومنها أن تدخل يدك في هذا الماء بنية رفع الحدث ومنها أن تدخل نيتك في هذا الماء بنية غسلها عن رفع الحدث يعني قد تدخل يدك وتغترف بنية رفع الحدث وتغسلها خارج الإناء وقد تدخلها وتغسلها فيه بنية رفع الحدث هناك صورة الثالثة لو أدخلها واعترف وليس عنده نية رفع الحدث ولا عدم نية مطلقة عندهم لا يؤثر وبالأولى لو أدخلها بنية الاغتراف أو إن غمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا بنية وذلك واجب كذلك أيضا لو أن عندك هذا فيه أي في الماء القليل هذا يرجع الضمير القليل عندك ماء قليل دون القلتين غمست فيه يدك اليد يخرج غمس غير اليد غمس مثلا مرفقه مثلا غمس رجله مثلا غمس أي عضو من بدنه مثلا وجهه مثلا فهذا لا يؤثر وغمستها كلها لو تغمس الأصابع ما يؤثر لكن تغمس جميع اليد إلى منتهى الكف هذا اليد عند الإطلاق المسلم يخرج الكافر الكافر لو أدخل يده لا يؤثر لأنه لا طهارة له ولا نيته المكلف يخرج الصغير لو أدخل يده القائم من نوم الليل يخرج القائم من نوم النهار قبل غسلها ثلاثا بنية لا اشتطع يكون لو غسلها ثلاثا بنية بنية رفع ما تعلق بها كما قال عليه الصلاة لا يؤثر حتى يغسل إذن غسل لم يغسل مطلقا بمجرد النظافة لكن غمسها بهذه النية لأنه استيقر من نوم الليل وتسمية وذلك واجب أي غسل اليدين لقائم من نوم ليل يعني على هذه الكيفية وهو أي الماء هذا الماء الذي هو طاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره تقدم أنهم تقدم هذا كام أنه لا لم يتقدم تقدم نعم يرفع الحديث ويجعل خبث هذا هو الطهور أما الطاهر لم يتقدم ويجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث لا يستعمل الطاهر لا يرفع الأحداث ولا يزهي الأخباث لكن يجوز استعماله في الطبخ يطبخ به يشربه مثلا ونحوهما يعجن بهذا الشيء يصلح منه بعض المشروبات كله لا بأس به لأنه طاهر لكن لا يرفع الأحداث ولا يزهي الأخباث الثالث نجس يقال نجس ونجس ونجس مثلث ونجس اللغة رابعة أيضا والنجس أي المتنجس لأنه نجس العين لن نجاس في ذاته نجس في ذاته ما يطهر ما يمكن تطهير إنما هذا نجس ما نجس قد يمكن تطهيره ولهذا قال وهو ما وقعت وكان طاهر لكن وقعت فيه نجاسة وكان قليلا وكان قليلا مثل ما تقدم القليل هو ما كان قلتين ما دون القلتين وإن لم يتغير وأكان وأو كثيرا وتغير أحد أو صعفه النجس نوعان ما دون القلتين ووقعت في نجاسها ولو كان الطرف لا يدركها لو مر ذباب يحمل في رجله نجاسة لا تكاد وقع على نجاسة وهذه النجاسة لا تكاد تبصر فمر بهذا الماء فمسح برجله هذا الماء مسح برجله معا لا يرى شيء من هذه النجاسة أبل لم ترى هذه النجاسة في هذا الذباب يكون هذا الماء نجس لأن ماذا بالمخالطة بالمخالطة وإن لم يتغير معلوم أن هذه النجاسة لا تغيره قطعا أو كثيرا يعني القلتان فأكثر وتغيرت أحد صلونه أو طعمه أو ريحه ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هذا هو الماء النجس الماء النجس فهذا مثل ما تقدم في الماء الطاهر يعني جعلوا حكمهما واحد لكن الفرق بينهما أن الطاهر يجو استعماله مثلا كما تطابق خوشور نحو إيمام بخلاف الماء النجس فلا يجو استعماله إلا عند الضرورة مثل غصة خشية الهلاك مثلا وقالوا أيضا إطفاء حريق متلف مثلا نحو ذلك مما يكون باب الإتلاف أو يطعي أو يسقيه مثلا بهاء الماء كوله نحو ذلك ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث والكثير ما بلغ مقلتين فأكثر كما تقدم وهما أحد وسبعون رطلا يقال أحد وواحد فالهمزة والواو في باب الأعداء تتعاقبان يقال واحد وسبعون وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسبع رطل بالنابولسي هذا يبين أن الرطل بالنابولسي يعني أكثر من الصاع لأن القلتين بالصاع نحو ثلاثة وتسعين صاع تقريبا وهي مائة رطل أما الرطل العراقي في نحو خمسمائة الرطل والرطل العراقي ثلاثمائة أو ثمانين غرام ونص غرام ونص غرام وهذه المسألة المعروف الكلام فيها وطول الكلام فيها وهذا هو المذهب والصحيح أن الماء قسمان كما هو مذهب مالك واختيار جمع من العلام رحمة الله عليهم وأدلته ممسوطة في كلامهم السؤال الثالث أو قال رحمه أحكام الآلية وأجزاء الميتة الآن هي جمع إناء كأوعية جمع وعاء وأسقيها جمع سقاء السؤال الثالث ما الذي يباح اتخاذه من الأواني الجواب يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله إلا آنية الذهب والفضة فيحرم استعمالها واتخاذها وهذا محل إجماع من حيث الجمل هو المذهب وأن الأصل في الآلية الحل والإباحة مهما غلى ثمنها وارتفعت وصارت نفيسة إذا كان استعمالها على وجه على وجه مباح لم يكن على وجه التفاخر والكبر ونحو ذلك فيجوز استعماله واتخاذها واستعماله إلا آنية الذهب إذن في هذا الباب الأصل عدم الاستثناء الاستثناء يكون خاصا وجاءت الأدلة الكثيرة عن نبيه عليه الصلاة في استثناء الذهب والفضة فيحرم استعمالها واتخاذها عند جماهير العلماء لأنه إذا حرم استعمالها فاتخاذها من باب أولى ولأن استخاذها طريق إلى استعمالها ولأن العلماء التي حرم فيها الذهب موجودة في الاتخاذ والعلة فيه أظهر قال رحمه الله ما حكم آنية الكفار وثيابهم الجواب آنية الكفار وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها إذن هذا أيضا يبنى على القاعد السابقة وهو أن الأصل الحل والسلامة فلا يعمل بالشك وليس للشك في الشريعة محل بل الشك منفي في الشريعة ولا يعمل وين ولهذا لو شك في نجاستها فالأصل ظهارتها ولا ينجس شيء بالشك ولا أدلة على هذا كثيرة قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم لا يقوم إلا بالآن في الغالب أيضا جاءت الأدلة الواضحة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحاب توضأ من يعني من إناء أو من جند لمشركة كما معناه في الصحيحين حديث عمران ابن حسين ولا حديث في هذا الكثير وما جاء من حل زوال زواج اليهودية والناصرانية ومعلوم الملابسة لها وإذا كانت ملابستها مع أنه لا يسلم من الرطوب التي تكون بينهما فالثياب كذلك من باب أو لا فهذا أصل أصيل في هذا الباب وسواء كما قال علماء الثياب التي كانت فوق الثياب التي هي داخلية أو كانت تلي العورات وهنا تفريق واختلاف في هذا لكن من حيث الجملة حلوا آنية وثيابهم وتقدم أيضا الحديث لشاط إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس بهذا اللفظ توضع من مجالة مشركة إنما ذكر في هذا الحديث هذه المجالة وأنها لمشركة فدل على الجواز والأخبار في هذا كثير كما تقدم سؤال خامس ما حكم أجزاء الميتة الجواب عظم الميتة وقرنها نجس عظم الميتة وقرنها نجس هذا المصنف رحمه الله قال أحكام الآن وأجزاء الميتة مع أنهم يقولون الآنية لكنه ذكى هذا هذا إذا كان التبويب من الأصل لا أدري هل هذا التبويب من الأصل أو أنه إضافة من المحقق لكن حكم أجزاء الميتة لا يدخل في الآنية فإن كان مذكورا في الأصل فهو احترز بهذا ولهذا ذكر أجزاء الميتة وقد يكون بعض أجزاء الميتة يتخذ منه آنية ولهذا ذكر في الجواب عظم الميتة وقرنها نجس وقرنها وهذه قد تجعل في الآنية وقد يتخذ منها آنية والعظام كذلك حافرها وعصبها كله نجس على قول على المذهب على المذهب نعم وكذا جلدها جلد الميتة نجس أما قبل الدبغ هذا واضح وبعد الدبغ كذلك ولو كان من مأكول اللحم المذهب لكن لو دبغ يباح استعمال في اليابسات دون المائعات دون المائعات فيجوز جعله إناء ووعاء للحبوب من الشعير والقمح وسائر الحبوب وغيرها مما لا يتلطخ أو يكون في رطوبة يتلطخ بهذا الجلد فينجس على هذا القول وأما الشعر والصوف والريش فطاهر إن كان من حيوان طاهر في الحياة وإن لم يكن مأكولا كالهرة وذلك لأن هذه الشعور لا تحلها الحياة فإذا كانت لا تحلها الحياة فلا يحصل فيها ألم ولها قد تقص ولا يتألم الحيوان ويمسك بها ولا يحسوا بها فلا يحله الموت قوله سبحانه ونصوافها وأوبارها وأشعارها تاتا ومتاعا إلى حين متاعا إلى حين وهذا انتهاء منه سبحانه وتعالى يشمل حالة الحياة والموت وهم قالوا الريش كذلك مقاس عليها وهو في معناه وأما غير المأكول فنجس إلا الهرة وما دونها في الخلقة إلا الهرة وما دونها في الخلقة أما ما يتعلق بأجزاء الميتة فالقول الثاني في هذه المسألة وهو ما يذهب بحنيفه واختيار الشيخ الإسلام رحمه الله هو أن العظم والقرن طاهر ولأجل هذه العلة والعلة المذكورة في الشعر موجودة في العظم لأنه ليس فيه دم ولا تحل يعني الحياة وأيضا هناك طهارة ما لا نفس له ما لا نفس له سائلة فإذا كان هذا الحيوان التام الذي له نفس لكنه ليس سائلة طاهر فالعظم الذي لا دم فيه من باب أولى طهارته وهذا دلي من أدلة في هذه المسألة قال رحمه الله أحكام الاستنجاء وآداب التخلي السؤال الثالث ما هو الاستنجاء وما حكمه الجواب هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر مباح نحو ونحو حجر مباح ونحوه كالخرق وهو واجب لكل خارج إن لم يكن منيا أو ريحا أو ناشفا لم يلوث المحل كالحصا فلا يطحر المغصوب والمحرم والمحرم كذلك مثل ذهب أو فضة ومحترم كطعام يدخل فيه أيضا ويدخل في المباح مع الحجر مع الحجار التراب والمنادير ونحو ذلك نعم وكل هذا مما يزال به ما خرج من السبيلين قال وهو واجب لكل خارج إن لم يكن منيا لأن هذا طاهر من طاهر والاستنجاء يكون من نجس أو ريحا ريح طاهرة أو ناشفا لم يلوث المحل وذلك لزوال علة الاستنجاء لزوال علة الاستنجاء ولهذا قوله إن لم يكن كما تقدم لأن الطاهر لا يستنجى منه وكذا النجاسة اليابسة لجوال العلة كما تقدم أما ما يتعلق بالمباح هذا هو المذهب وقول كثير من العلم والقول الثاني أنه لا ملاجمة بين التحريم والصحة لا ملاجمة قد يكون محرما ويكون صحيحا وحصل المعنى المقصود بإزالة بإزالة الأذى فلهذا زال به وهذه رواية مخرجة في المذهب ذكرها في الرعاية ونقلها صاحب الانصاف رحمه الله قال رحمه الله سؤال السابع ما شرط صحته يعني صحة الاستنجاء شرط صحته الإنقاء وهو بالماء عود خشونة المحل كما كان فقول الاستنجاء المراده من النجو وهو القطع سواء كان بالماء أو بالأحجار وهو قطع النجاسة وهو عود خشونة المحل هذه العبارة استدرك عليها المبدع على من قالها وقال عود المحل إلى ما كان لأن المحل قد يكون خشن وقد لا يكون خشن حسب حال المستنجي وهذا أقرأ وبالحجر أن يبقى أثر لا يزيره إلا الماء يزيره إلا الماء بشرط نعم وظنه يكفي وظنه يكفي ولا يشترط التحقق فهو حين يزير بالحجر ويأتي شرطه يكفي ظن الإزالة ولا يشترط التحقق والتحقق والظن في هذا الموطن المتكرر ينزل منزلة اليقين وقول شرط صحته لإنقاء يبين أن بعض ما لا يزيل لا يجزئ كالأملس ولو كان جامدا كالزجاج مثلا ونحو ذلك فهو لا يزيل لملاستهم أو رخاوته مثلا أو رخاوته فإن هذا لا يحصل به الإنقاء فلا يصح قال بشرط أولا أن يمسح ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل لأن هذا ورد في الأخبار الكثير عنه عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم وغيره حديث سلمان وغيره حديث هريرة وحديث عايشة وغيره عايشة في السنن في ذلك وأن لا يتجاوز الخارج موضع العادة والأفضل يعني لو تجاوز الخارج موضع العادة مثل نزل البول عن رأس ذكر الحشفة مثلا أو أثر الخارج من الدبر نزل إلى صفحة الألية مثلا ففي هذه الحالة لا يجز بل لابد من الماء واختله في تقدير ذلك والأفضل أن يستجمر أولا بالأحجار ثم يتبعها بالماء هذا هو الأكمل وهذا له ثلاث مرات في الآن مرتبة الأولى كما ذكر المصنف رحمه الله بالأحجار أولا ثم الماء الحال الثاني أن يكون بالماء وحده الحال الثالث أن يكون بالأحجار وحده وهي على ترتيبها في الأولوية لو عكس واستخدم الماء ثم الأحجار جاهز جاهز لكن السنة هو الأكمل أن يستخدم الحجر ثم يستخدم الماء ولأن هذه فوائد منها تقليل استخدام الماء ومنها المبالغة في التنظيف إن المحل يحصل به الخشونة فيأتي الماء فيزيل الأثر بعدما زالت عين النجاسة هذا ما ذكر رحمه الله في هذه المسألة أما لا تجاوزه الخالج موضع العادة في الغالب أنه لا يكاد يسلم أحد من تجاوز هذا الموضع ولهذا ذكر بعض العلم إلى أنه يكتفي بالحجر لإطلاق الأدلة في هذا ولو كان هذا القيد شرطا لجاء في النصوص ما لم يحصل رشاش للنجاسة مثلا على الفخذ على الساب وذاك هذا في هذه حالة لا يجز مثل هذا لا يجز الحجر لكن يخفف بالتراب بالأحجار ثم يغسيره بما يكون واجبا في هذه الحالة لا يكتفى بالحجر وحده السؤال الثامن ما هي أداب قاضي الحاجة وهذا يبين عناية الشرع بالأمور الواجبة والأمور المستحبة قال أن يقدم اليسرى الجواب أن يقدم اليسرى عند دخول الخلاء ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائر هذا والسن وهذه القاعدة في الدخول في محل مفضول بالنسبة لدخوله فيقدم اليسرى لشرف اليمنى فلا يقدمها ويقول بسم الله عند الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائر أعوذ من الخبث والخبائر هذا صحيح عنه وبسم الله ثبتت من هذه عندي المعمل وغيره وجاءت في عدة أخبار والظاهر بالنظر فيها أنها لا بأس بها وجاء أخبار أخرى لكن لا تثبت هذا أقوى ما ورد في الدخول وإذا خرج قدم اليمنى لأنه يخرج محل مفضول ومحل أذى ومحل الشياطين إلى خارج الخلاء وقال غفرانك قال مصدر اغفر غفرانك أو اللهم غفر لي الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهذا رأى ابن ماجه غيره وهو سند ضعيف وهذا يقوله عند دخول المحل عملا بالأدلة عن أدلة وفي هذه الحلاء قصده يجعله محلا للخلاء فيعمل بهذه الأداء السؤال التاسع ما يكره لقاضي الحاجة وما يحرم عليه الجواب يكره له المكروه وما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله يدل على أن هذا أمر أن الذي قبله مطلوب وهذا أمر يحسن تركه استقبال الشمس والقمر وعلّلوا ذلك لما فيهما من نور الله وأن اسم الله مكتبت عليهما وهذا كما سيت لا أصل له في الحقيقة ولا دليل عليه ومهب الريح مهب الريح هذا من جهة المعنى وهذا صحيح لأنه حين يكونه مهب الريح لا يأمن من رشاش البول لكن لو أنه توقع ذلك واجتهد في أن لا يصل شيء جاهز ومهما أمكن أن لا يبول في مهب الريح كان هو المشروع الذي لم يكن هو الواجب عند ظنه أنه يصيب شيء من النجاسة وهذا مع عدم حائل لو كان في مهب الريح لكن هناك حائل بينه وبينه وفاصل يمنع الريح هذا لا بأس به والكلام كذلك الكلام لا يتكلم إذا كان الكلام الواجب يسكت عنه فالكلام المباح من باب يوله والنبي عليه لم يرد السلام عليه قال إذا رأيت عنه في هذه حال فإني لا أرد عليك والحديث هذا جاءت عدة عنه عليه الصلاة والسلام ولا يليق بمن هو في هذه الحال أن يتكلم والبول في إناء بلا حاجة هذا نص عليه فإن كانت حاجة لم يكره لم يكره وقد جاء في حيث همي من الرقائق عند أبي داود أنه عليه الصلاة كان له إناء من عيدان يعني من العيدان هي النخل الطوال النخل الطوال مأخوذ من عيدان يبول فيه من لي تحت شرير له وهذا الحديث اختلف فيه لكن هذا الحديث يبين ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه مما أخذوه عنه من مبالغة في التطهر لأنه لم يكن في بيوتهم مواضع للخلاء وكانوا يأنفون منها فقد يحتاج في الليل إلى يعني أن يريق البول مثلا ولا ولا يتيسل ليس هناك موضع للخلاء فيكون في هذا الإناء ثم وبع ذلك يرمى به بعضها العلم اعترض بحديث ورد في هذا الباب من رؤية الطبران في الأوسط أنه عليه الصلاة والسنط لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول ينقع ومنقع وشيء من هذا والحديث لا يثبت ولو ثبت فالمراد به البول الذي يبقى ويطول مكثه أما إذا كان شيء عارض كما في هذا الحديث فهذا لا بأس به موضع حاجة وهذا كما تقدم في إناء بالحاجة لو كان يسا مثلا في البيت وموضع الخلاء عنده فإنه في هذه حاجة إلا لمريض نحو ذلك يحتاج إلى ذلك ولهذا قيده رحمه الله وفي شق وفي شق وهذا لما ورد في حديث عبد الله بن يعني ورد في حديث هذا إنه نهى عن البول في جحر وقيل ما يكره من ذلك قال إنها مساكن الجن والله أعلم ورواه عن عبد الله بن سارجس وفي ذبوتي نظر لكن الحديث يدخل عن أدلة في اتقال هذا لأن الجحر والسرب هو النازل الشق هو النازل فقد يكون وضع هوام أو حيات أو مساكن ما يدرك قد يكون مساكن للجن كما يروا في هذا الخبر ولا يدخل في هذا الشغل التي توضع لنزول الأذى مثل البالو أو نحو ذلك هذا لا بأسبيل لكن يأمن من رساشهم ونار ورماد هم لم يذكروا دليل على هذا لم يذكروا دليلا على هذا لكن قالوا كلام الله أنه يورث السقم هذا لا يقال به إلا بشيء بينه مثل هذا لا يكفي وقد يقال الله أعلم ومنه من قال لأنه يؤذي برائحته الكريهة وقد يقال لأنه قد يطير عليه من شررها مثلا ففي هذه الحالة عليها أن يتوقع ذلك ورماد في حكمه رماد في حكمه لكن الأصل هو جواج البول إلا إذا خش من الأذى أو كان فيه فساد إذا كانت هذه النار مثلا ينتفع بها هذا قد يمنع قد يقال لا يجوز له ذلك إذا كان فيه حرمان لمن يستدفع بها أو ينتفع بها هذا يكون من الفساد قال رحم الله ويحرم عليه استقبار القبل واستدبار وفي الصحراء بلا حائل وهذا هو قول الجمهور واستدل بحديث ابن عمر الصيحين قال رأيت على بنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة أو ظل نافع فيه أنه إذا كان الظل قليلا فإنه في هذه الحالة لا يكون نافعا فتزول العلة إذا كان الظل نافع فيستفاد منه فلا يجوز لأنه فيه أذية وتحت شجرة وقبل ذلك وأن يقضي حاجته في طريق مسلوك أيضا الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم تقول لعاني كما صحي مسلم فكل ما في أذية لا يجوز وتحت شجرة مثمرة تحت شجرة مثمرة يعني إذا كانت الشجرة مثمرة فلا يجوز ذلك ولو كانت في الأصل مثمرة لو كانت في الأصل مثمرة وكان في غير وقت الثمرة كان في غير وقت الثمرة فإن كان لها ظل لا يجوز وإن لم يكن لها ظل ولم يكن فيه إذا ولم تكن لملك أحد كانت في مكان عام مثلا وليست في طريق وليس لها ظل جاز البول فيها في غير وقت الثمرة لأن السيلة قالوا لأن السيلة يأتي ويزيلها وفي هذا نظر من حقيقة في هذا نظر لكن عند الحاجة إلى ذلك فقد بالنبي في حائش نخر عليه الصناة صناة وأن يلبث فوق حاجته وأن يلبث فوق كذلك فوق الحاجة لا يجوز لأن فيه كشف العورة والأصل وجوب ستر العورة وأيضا يورث أدواء وقيل أن يورث الباسور والله أعلم ويجوز البول قائما إذا أمن ناظرا أو تلويثا يجوز البول قائما إذا لم يره أحد وكذلك إذا أمن الرشاش رشاش البول مثلا أما إذا كان في حال ريح فلف عليه أن يتوق ذلك وقد بال النبي قائما كما في حديث حذيف عند صباطة قوم كما صحيحين أحكام السواك ما حكم السواك وفي أي محل يتأكد وما فائلته الجواب السواك مسنون في كل وقت لغير صائم بعد الزوال فيكره و و استدلوا بحديث الخلوف من صائم أطيب عند الله قال لا يشرع إزالة هذا الخلوف والسواك من سندي مشروع في كل وقت أكفرت عليكم في السواك وجاءت الحديث كثيرة في السواك هذا مشروع في كل وقت لكن يتأكد عند الوضوء لو لا نشق عن أموتنا أمرتم في السواك عند كل وضوء والصلاة مع كل صلاة وقراءة القرآن أيضا وجاء ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه يضع الملك فاه على فيه فما يخرج شيء إلا كان في جو في الملك واخترفه في وقفه ورفه وروه البزار مرفوع رواه بن واجه موقوف وانتبع من نوم لحديث حديثة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة كان يطعم ليشو صفاه وتغير رائحة فم السواك مطهرة للفم ومراته لرب وكذلك حديث حديثة الذي يشو صفاه بالسواك لأنه عند النوم في الغالب عند إطباق الفم في هذه الحالة يشرع الآن يستاك لأنه قد ينحبس في الفم ما يغير فيشرعوا استواك ولأن السواك مطهرة للفم مرضاته ودخول المسجد وهذا دخول المسجد لم يذكو أي ذلك لكن كأنهم الحقوه بالمنزل يأتي بعد قالوا إذا كان دخول المنزل يشرع تسوك فدخول المسجد من باب أول وهذا فيه نظر لا دليل علينا هذه عبادة هو للحاق موضع نظر والقياس غير مساوي ولأنه عليه الصلاة جاء عنه ما يقول عند دخول المسجد ولم يذكر أنه كان يعني تقصد السواك إنما كان يستاك عند دخول بيته عليه الصلاة والسلام عند دخول بيته وليس المراد والله أعلم دخول دخول المنزل دخول المنزل عند دخول الباب لا ليس المقصود بأي شيء كان يبدأ قالت بالسواك لأنه عليه الصلاة يجي معهله فقيل لأجل ذلك وجاء عند الطبراني وكان إذا خرج وفي سنة الضعف كان إذا خرج استعمل السواك عليه الصلاة وإطالة السكوت أيضا في معناه لأنه إطالة سكوت تغير الفم والسواك وطهرات من الفم مرضات لرب وصفرة أسنان للحديث تقدم السواك وطهرات من الفم لأنه يشرع إزالة كل ما يعلق بالفم واللسان والأسنان ولهذا يستاك على أسنان يستاك على الليثة يستاك على اللسان والأسنان واللثة وخلو معدة من طعام أيضا لأن وفوائده كثيرة منها أنه يهضم الطعام وهذا ذكره القيم رحمه ويشد اللحمة الأسنان وأعظمه أنه يذكر الشهادة عند الموت والله أعلم ذكره هذا لكن الله أعلم يحتاج إلى ثبوت دليل في هذا أما ما تقدم من استراحة بعد الزوال هذا هو المشهور والقول الثاني لا كراهة في ذلك ولا دلة كثيرة من أظهرها أنه أمر أن تسوق عند كل صلاة ومنه صلاة العصر داخل في هذا وهي من آخر النهار ما الذي يسن فعله من التنظيف والتحسين الهيئة الجواب حلق العانة ونتف الإبط وقص الأضافر وكل هذا من خصال فطرة ثابتة في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر جاءت مجموعة في الإخبار جاءت في حديث ابن عمر وفي حديث ابن هريرة في حديث عائشة وكذلك حديث أنس وأنهم لا تركون ذلك أربعين يوما بل يبادرون إلى قصها والنظر في المرآة النظر في المرآة روى الطبراني في الأوسط حديثا في هذا الباب وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذن نظره من أعتقال الله محسن كما حسنت خلقي فحسن خلقي لكن الحديث ضعيف والثابت هو هذا الدعاء بدون تقييد من نظر المرآة كما عند أحمد وابن حبان بإسناد جيد والاكتحال كل ليلة هذا ورد حديث ابن عباس أيضا وجاء الأمر الاكتحال مطلق اكتحلوا بالإثمت جاء الأمر يعني الاكتحال عمون وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يفعلوا كل ليلة وحفوا الشارب والأخبار بهذا كثير ويبالغ في قصه ويبالغ في قصه ويعفاء اللحية للأخبار قوائد عنه عليه الصلاة والسلام حديث بن عمر أعفو لحاو حديث بريرة كذلك أيضا خالف حديث حديث خالف المشركين حديث بن عمر خالف المجوس وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد عن قبضة منها وهذا القول أيضا قاله كثير منها العلم وبعضها العلم قالها يحرم أخذ منها لعمل أدله وإطلاقها أدله وعليه فتوى اللجنة الدائمة كما في فتوى أكثر من فتوى لهم جاءهم الله خير الجزاء ورحم الله أموات منهم وباركة في الأحياء وباركة في علم منه وكرمه أحكام الوضوء كم فرائض الوضوء وما هي فروض الوضوء ستة وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستإنشاء يا أيها الذين يقونت الصلاة فاغسل وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسح بروسكم ورجو لكم إلى الكعبين والنبي عليه الصلاة توضى وتمضمض واستنشأ غسل وتمضم استنشأ وغسل وجهه وهو بيان للمجمى الواجف يكون واجبا وغسل يدين مع المرفقين لما تقدم والمرفق هو العظم الفاصل بين الذراع والعضد ومسح جميع ظاهر الرأس وامسحه بروسكم والباء للإنصاق ومن قال إنها للتبعيد فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون كما قال ابن برهان رحمه الله وهذا يكاد يكون محل إجماع منهم ومنه الأذنان والبيض الذي فوق فوقهما أيضا يمسحه مع الرأس وغسل الرجلين الكعبين كما هو نص الآية والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا دوما على ذلك وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق والترتيب بين الأعضاء لأنه ذكر في الآية مرتبا وأدخل ممسوحا بين مرسودين وهذا لا يفعل في كلام العرب لا يفعل لقصد وكتابه سبحانه وتعالى نزل بلغة العرب وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وفعله خرج بيانا لمجمن واجب فيكون واجب والموالات يعني في الوضوء بخلاف الغسل كما سيأتي والموالات كما قال هو أن لا يؤخر غسل عضو إلى أن يجف ما قبله بزمن معتدل فيخرج الجولة في الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة قال رحمه الله ما الذي يجب في الوضوء يجب فيه التسمية فقط يجب فيه التسمية فقط يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يزيد فيها بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسم الله وتسقط بتركها سهوا أو جهلا لا عمدا وإن ذكرها في أثناء الوضوء على المذهب استأنف هذا ليس إذا تركها سهوة لم يذكر لكن لو ذكرها في هذه الحالة ذكرها في أثناء الفعل قالوا إنه يستأنف وهذا على المشفور والقول الثاني لا تجب لا تجب الأخبار الوالدة في هذا ضعيفة ولم يأتي في الأخبار الصحيحة التي اعتنت بذكر وضوئه في الأمور المستحبة واستقصاها الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكروا هذا فيدل على عدم يوجوبهم كم سروط الوضوء سروطه ثمانية وهي انقطاع ما يوجبه يهزم من عدم انقطاع عدم صحة الطهارة يعني انقطاع من بول أو ريح وحيض ونفاس ونحو ذلك أي كقي نحو ذلك من ذلك أي من سبيل من السبيل فحال مثلا جريان الحيض لا يصح لا وضوء ولا غسل كذلك حال نزول البول لا يصح بل يجب انقطع الموجب الحدث حتى يتحق الشرط والنية إنما بالنيات فهو عبادة هذا على قول جماهير العلماء والصواب والإسلام فلا يصح الوضوء غير مسلم قالوا إلا غسل الكتاب يتجبر على ذلك ومتنعت والمجنونة من حيض يعني غسل من حيض وكذلك المجنونة لزوجها يعني لأنه لا يجوز أن يستمتع بها ولهذا قالوا إنها تجبر على ذلك والتمييز أي بلوغ سبع سنين وقبل التمييز وهل يقدر سبع سنين هذا على هذا القول فالمقصود أن يميز ويعرف الطهارة وإلا قبل ذلك لا يكون وضوءا ولا طهارة والماء الطهور المباح والماء الطهور أن يكون طهورا مباحا كما تقدم الطهور مباح أيضا لو توضى بماء مغصوب مثلا لا يصح قالوا ولو توضع ولو توضع مثلا من ماء مسبا للشرب قالوا لا يصح لكن هذا إذا كان ذاكرا عالما فإذا كان ذاكرا عالما فأما إذا كان لم يكو كذلك فيصح لعدم الإثم أيضا السابع ويزالت ما يمنع وصول الماء من شمع أو عجين أو نحوهما وذلك لأجل وصول الماء إلى البشرة لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والاستنجاء والاستجمار أيضا فلا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار هذا على هذا القول والقول الثاني الذي اختاره من مصاح المغني والشرح واختيار تقي الدين أنه يصح لأنه ليس من فروض الوضوء ليس من فروض الوضوء لكن عادا الإنسان يستنجي ويستجمي ثم يتوضى لكن ليس على هذا القول يصح كم سنن وضوء وما هي الجواب سنن ثمانية عشر وهي استقبال القبلة وهذا هو قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليه وستدل بحديث خير مجال استقبال به القبلة وهذا الحديث لم يثبت رواه ويعلى والطبران ومنهم وقال صاحب الفرو هم توجهم في كل طاعة وهم توجهم في كل طاعة لكن قصد استقبال القبلة بالوضوء يحتاج إلى دليل لأنها عبادة دليل واضح وصحيح والسواك والسواك تبت في الأخبار مشروعية السواك وغسل كفين ثلاثا لأن الواجب مرة لجميع عضو لغير قائم من نوم الليل فيجب نية وتسمية يجب ثلاثا كما تقدم والبداء بالمضمرة والاستنشاق قبل غسل وجه هذا على قول الجمهور ومنها علم يقول يجب الترتيب والمبالغة فيهما لغير الصائم مبالغة في الاستنشاق لأن تكون صائما ونبالغة في سائر العضاء ولهذا أمر النبي عليه قال إسباغ الوضوء على المكان إذا كان هذا في حال كرهات في غيرها من باب أولى والزيادة في ماء الوجه لأنه قد ينبو الماء عن بعض المواضع فلهذا يعتني به وتخليل اللحية الكثيرة وقد ورد أخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام في مشروعية تخليل اللحية من عدة تحديث أكثر من عشرة لكن ليس بواجب الواجب هو غسل ظاهريها وتخليل صابع اليدين والرجلين وهذا ورد في حديث من عباس وغير إلا أن تكون الأصابع متزقة لا يصل الماء إلى خللها فيكون واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأخذ ماء جديد للأذنين لما رواه البيهقي من حيث المزيد أنه أخذ ماء جديدا لكن الصواب أن هذه رواية شاذة وأن أخذ الماء الجديد كان للرأس ولم يكن وإذنين وتقديم اليمنى علي يسرى من اليدين والرجلين لأن الله سبحانه وتعالى إذا جعل مخرجا وواحدا وإيديكم في اليدين والرجلين ومنها علم من جعل على سبيل وجوب لأنه بيان منه عليه الصلاة والسلام وبيان مجمل واجب واجب ومجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة وهو التحجيل والجمهور على أنه لا يشرع وهو ظاهر الأخبار وأنه يكتفي بالغسل إلى الكعبين وإلى المرفقين وهما داخل والغسلة الثانية والثالثة غسلة الثانية والثالثة وقبل ذلك وغسل الكفين ثلاثا وغسل الكفين ثلاثا وأنا ذكرت أن غسل الثانية والثالثة غسل الكفين يعني بدأة الوضوء كما تقدم يعني وهذا ما لم تكن نجسة فغسلها سنة ثلاثا واسصحاب النية إلى آخر الوضوء أي صحابها حقيقة أما حكما فيجب ذلك يعني معنى أن تكون لم يقطع نيته والإتيام بالنية عند غسل الكفين وإن لم يكن واجبا حتى يحصل على أجر غسل الكفين لأنه لا يجب غسلهما إنما تجب النية قبل التسمية والنطق بها سرا وهذا قوله وهكذا وهذا قول الشافعي والصواب أن هذا لا يشرع ولا دليل عليه ولا دل يتدل على خلافه وقول ما ورد بعد فراغه وقوه وأشهد أن لا إلا وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسول الله واجعلني من التوابيين واجعلني من المطهرين مع رفع بصله إلى السماء وقراءة سورة القدر ومع رفع صلة السماء وقراءة سورة القدر وهذه الحديث ورد في صحيح مسلم والزيادة عند الترمذي وجاء لها طريق آخر عند البزار أما رفع بصله السماء فجاء عند بي داول بساندهم في ضعف أما قراءة سورة القدر فلم يذكر له دليلا فلا دليل عليه وأن يتولى وضوءه بنفسه لأنها عبادة والأصف العبادة تولى المكلف هذه العبادة بنفسه إلا من شق عليه ذلك أو كان مثلا فيما كان يصعب عليه رفع كميه كما فعل النبي عليه السلام لما صب عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في السفر أسألوا سبحانه وتعليه لكم التوفيق والسداد مني وكرمه آمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد